أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة قد تصل إلى تريليون جنيه موضحا أن الدولة تقوم بتطوير الريف في قطاع الكهرباء والمياه والطرق ومشروعات أخرى وأضاف الرئيس السيسي أن الزراعة الأراضي في الدلتة القديمة تمت على مدار سنين طويلة جدا مؤكدا أن الدولة الآن تنتهي من مشروع ضخم في أربع أو خمس سنوات هو أنا النهاردة في الريف مش بذبط الكهرباء وبذبط المياه وبذبط الطرق وبذبط العناصر أخرى في مشروع حياة كريمة دكتور مصطفى وبنتكلم بنقول إن المشروع ده داخله في 800-900 ومع الأسعار اللي حصلت دي يمكن رقم يعني يمتدي مينة شوية لتريليون جنيه ولا حاجة ولا كلام ده مش طيب إذا كنت أنت بتنفق على العشرة مليون فهدان أنا هم أقل من عشرة مليون فهدان كمان بتنفق على عشان تزبط جودة حياة الناس واللي ما عملتوش خلال الأعمار السنين الطويلة اللي فاتت داخلك في ألف مليون جنيه ألف مليار جنيه ياسف في ثلاث أربع سنين إحنا بنتكلم فيه يبقى أنت حتستقطر إن أنا لما أجي أزرع وأعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الأرض لشبكات الري للترع الكلام ده كان معمول على مدى خد اتعامل في مصر اتعامل في 400-500 سنة عشان تزرع الأراضي دي يتفيدلتا الأديمة اتعامل الكلام ده في 400-500 سنة أنت جايز عايز تعمله في أربع خمس سنين ترجمة نانسي قنقر